السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه يارب تكونوا كلكم بخير النهاردة اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والنهاردة اول الشهر مع بداية كل شهر كده في شوية تحضيرات في البيت لازم تحصل علشان الموضوع يعدي علينا بسهولة وبسليسة هشارك معاكم النهاردة روتيني لأو باليوم في الشهر طبعا الروتين اللي احنا هنعمله النهاردة مع بعض ده انت بقى ست بيت انت بتشتغلي هو كده كده اساسي عند كل الستات دوسي لايك دلوقتي وخلينا على طول نبتدي ولو انت اول مرة تشوفيني انا اسمي عفاف حطي لايك على الفيديو ده واشتركي في القناة لو مش مشتركة معينا من الظرار الاحمر لتحت الفيديو على الشمال هتلاقيه مكتوب عليه كلمة اشتراك او سبسكرايب دوسي عليها وفعلي كمان علامة الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك اشعار على الموبايل كل ما نزل فيديو جديد ودلوقتي يلا شماري كده معي وسمي لا واستعادي عشان بعد ما تخلطي الفيديو على طول عايزك تقومي تشألي بالدنيا يلا ومين الابتدي في بداية كل شهر طبعا التلاجة بتكون بتصفر يعني خلاص اللي هو الحقوني وحطوا فيه حاجات عشان انا تعبت انا عندي من يوم الشهر ده من يوم تسعة وعشرين اربعة التلاجة كانت بتصوصة ومش بتصفر بس فالنهارده اول يوم في الشهر هشارك معيكم بقى تجهيزاتي لاول اسبوع على قل يعني مش هنقول بقى طول الشهر وكده بس على قل لاول اسبوع هنزبط الدنيا ازاي هنزبط الميزانية ازاي وحنرتب ونزبط الحاجات اللي تساعدنا على قل طول الاسبوع او اول اسبوع في الشهر بطريقة تكون مريحانة وما فيهاش اي كركبة ولا دوشة كتير بصوا معايا كده الحاجات اللي انت شايفينها قدامكم دي انا جبت الحاجات دي لاول عشر ايام في الشهر طيب دول كم اكلة دول سبع اكلات اللي قدامكم دول سبع اكلات فيه اكلة منهم ممكن يتبقى منها طبيقيا تاني يوم فناكلها تاني يوم وفيه اكلة في النص ممكن تدخل كشري وبيد مسلوق ومسقعة مثلا وفيه اكلة يعني ممكن سبع اكلات دول هيأكلونا عشر ايام فاهمين ومرة نعمل فيها فول بطماطم مثلا ونقلي فلافل حاجات زي كده المهم ان ان انت بتدخلي كل يومين تلاتة تحط كده يوم في نص الاسبوع تقضيها كده باي حاجة خليني اقول لكم بس الحاجات اللي انتشفتها في الاول دي انا دخلتها بس التلاجة دلوقتي علشان نعبيها مع بعض كمان شوية بس تعالوا نشغل الفرن على الفول الفول ده ده كيلو من الفول انا نقعاب الليل انا عندي الفول خالص بقاله اربع ايام ولادي ما بيكلوش فول من برة ولا انا بيكلو فول من برة خالص فاللي هو احنا حيصيل لايصين في الفطر كل يوم فاشتريت كيلو فول اول مبارح وانا بشتري كيلو واحد بس مش ازيد او ما بعملش ازيد علشان الحلة اللي قدامكم دي او الالترا دي بتاخد كيلو واحد بس من الفول ما ينفعش اعمل فيها اكتر من كده فانا بشتري بعمل كيلو واحد بس بس لو هي بتاخد اكتر انا كنت هعمل فيها اكتر طبعا لان انا بحب احطه في الفريزر واعمل منه استخدم منه طول الشهر بصراحة حاجة كده يعني فوق الخيال بجد هتقول لي فول فول يا عفا اه الفول ده من الاكلات اول حاجة اللي بتسد جدا تاني حاجة مش غالية تالت حاجة طعمها حلو جدا رابع حاجة ممكن تعمليه باكتر من طريقة بتضيفه له ادفات بيخليه تحفى عايز اقول لكم ان اليوم اللي نفطر فيه جبن يعني جبنا بيضة جبنا تركي خيار وطماطم والحاجات الهايفة دي بصوا العيالي طول النهار بيبقوا جعانين يعني على طول يا مام احنا جعانين احنا عايزين نتغدى مام احنا فاللي هو بيجعه دماغي فاللي هو الفول ده اللي بيسد الدنيا لحد يمكن العيشة ما بيسألوش على عكل قبل العيشة خلاص وعايز اقول لكم ان الولاد دي اصلا ما كانوش بيأكلوا الفول خالص يعني ممكن حد يأكل في فطار بيدوها مسلوقة يأكل ساندويتش جبنة ساندويتش مرباء اي حاجة هيفة كده فاللي هو ما بيقوش بس كانوا صغيرين بقى فخلاص يعني قال الحاجة كانت بتشبحهم دلوقتي اللي هو مبارك كبره طبعا 13 و 11 فاللي هو لا عايزين وجبة الفطار يبقى فيه وجبة في الفطار نعد وناكل علشان نقدر نسد عليها طول اليوم ما كانوش بيأكلوا الفول خالص بس من وقت ما انا من سنين كتير بدأت عامله في البيت وهم لقوه حاجة طعمها حلو يعني الفول ده حاجة طعمها حلو فاللي هو بنحط عليه كمون ولمون ولو حد بيحب الاسبايسي شطة هريسة شطة ونحط زيت او زبدة بيبقى طعمه خطير ففرمضان لما كان اليوم يعدي بس علشان مسلا الفول اللي انا عملايا للصحور خلص وبعمل غيره جديد فلسه نقعاه واشتروا مسلا فول من برة باباهم جاب فول من برة محدش يحط ييده فيهم خالص ولا ابني ولا بنتي فباباهم يستغرب يعني يقول لهم في ايه يعني مفولة هو حلوة هو يقول له لا مش عايزين من ده طعمه مش حلو يدقوه فانا يقول له طعمه مش حلو هو بقى يتخيل ان هما بيقلدوني انتو بتقلدوا ماما يعني انتو ما بتاكلوش فول من برة بتقلدوا ماما يقولوا لا احنا دقناه ولقيناه مش حلو فعني الحمد لله انا بريئة فالمهم يعني فانا دخلت دلوقتي الفول في الفرن حطت عليه ايه حطت عليه كوباية عدسة اصفر على الكيلو معلقة كبيرة من الكركم ولمونتين كده مع الطعام طرنشاط وجذرتين قطعتهم طرنشاط وبس كده وقلبت الكلام ده كله مع بعض وسخنت الفرن كويس قوي على اعلى درجة حرارة وبحطيت الشبكة والصاج كمان يعني الالترا دي حطتها فوق الشعلة بطبقتين في طبقة او في رف في صاج وفي رف في شبكة حطتها فوق كده وبسيبها بقى اول ساعة على نار عالية بعد كده بهدي النار شوية لو احتاج تزود بزود طبعه مياه مغلية انا النهاردة صحيت بدري عشان كنت حسة ان انا وراي حاجات لازم اعملها يعني انا ادامي الاكل جاي لي او الحاجة دي جاي انا جبتها فلازم ان ازبقت الدنيا علشان الدنيا ما تتكركبش علي فصحيت الساعة عشرة كده وبدأت الساعة عشر بصوا بقى انا هنا طبعا عندي الفريزر دوت اخر مرة نضفته كان قبل رمضان في شهر شعبين يعني بقى لنا كده نقول شهرين وشوية فكده تمام انا عندي الحمد لله زي ما شفتم ما كانتش فيه بهدلة ولا دم واقع ولا حاجة لان انا بركز اوي في الحاجات اللي بحطها في الفريزر ولكن اللي عندي اللي بيبهدل الدنيا هو العيش يعني انا ما عنديش مكان احط العيش في علبة مفيش مكان في الفريزر فانا لو لو عندي مكان او او دي فريزر هحط طبعا العيش اكيد في علبة فريزر من الكبيرة خالص الخامسة ليتر دي دي كده توحفة يعني بس انا ما عنديش مكان لها في الفريزر حقيقي فربنا يرزقنا ويرزقكم يا رب فعلشان كده بحط العيش في اكياس بقطع العيش اول ما بيجي لي بنفضه كواس من الردة بتاعته ويبقطعه انصص كده وبحطه في اكياس وبحط في الفريزر. فاوقات بيوقع شوية ردة كده يعني اللي انتو شفتو ده من ردة العيش مش اكتر. انما الفريزر نفسه في وش حاجة. ولكن صبنتو كويس قوي بالسبونجة ومسحت كويس قوي الفريزر والباب بتاع الفريزر من جوة والارفف ونزلت بقى كل العلب اللي كانت موجودة. التوم القلقاس العيش اه الحاجات اللي انا كنت حطاها كلها في الفريزر اه لوبيا وفاسوليا مجمدة مسلوقة ومجمدة. السلق بتاع القلقاس وحاجات تدبيلات في رخ وحاجات حطاها فعيلة بصغيرة. المهم يعني. نزلت الحاجات دي كلها لمدة عشر دقايق بس بسرعة جدا جدا ونضفت الفريزر زي ما شفته. ورجعت كل حاجة تانية مكانها. نبص بقى على الفول كده انا زودته مية مرتين. بعد كل ساعة زودته مرة من المية حوالي كوبايتين تلاتة من المية المغلية. وبعد كده اه هو استوى خالص الحمد لله اتأكدت انه هو استوى تماما. بنزود المية بس شوية علشان في الاخر. علشان لما تيجي تطفي عليه النار وتيجي تغري فيه في ويبرد وتغري فيه في الاكياس او تغري فيه سوري في او تحطيه تعبيه يعني في العلب. يبقى فيه مية شوية كده ميبقاش ملزق في بعضه كله. تضطر يتعودي تضيفي مية وانتي بتسخنيه. فاهمين قصدي? يعني بصوا هنا انا في اوقات كتير كنت بسيب المية على قد بالزبط. فاول ما بيبرد الاقيه ختم كله بقى قطعة واحدة كده. انما دلوقتي انا كنت اخر مرة قبل لمطفي عليه تقريبا بساعة زودت بقى المية شوية كمان علشان لما طفي عليه وخلاص هو استوى يتبقى فيه شوية سويل كده اه اعرف ان انا يبقى الفول فاكك معي زي ما انتم شايفينه بعبيه دلوقتي كده. طبعا شايفين اللون بتاعه خطير تحفة وريحته تجنن. اللهم مبارك الكيلو بيعمل معي كمية كويسة جدا بتكفيني تقريبا الشهر كله. طيب انا بعمل ايه? باخد الفول ده كله بعد ما بيبرد خالص وبحطه في العلب بتاعتي احطه في الفريزر. وطلع بقى العلبة كده ايه على قد الاكلة يعني. احطها بقى على رف التلاجة من بالليل. ادخلها المايكرويف لو انا اطلعه في ساعتها. يعني فيش مشكلة. وايه عندي علبة بقى بقى بحطها في التلاجة من تحت. لو انا آآ بستخدم منها للفطار كل يوم تلات اربعة معالي او ولا حاجة. مع الاكل او مع الفطار يعني. وبس كده. العلبة دي ات اللي انا هحطها في التلاجة من تحت والعلبة بالتباقية دي كلها هندخلها الفريزر. بس كده. شايفين انتم ترنشات اللامون والجزر اللي على وش الفول دي? خطيرة. هعمل لهم دلوقتي الفطار احنا دلوقتي بعد الظهر على طول. وهعمل لهم بقى الفطار عشان نفطر. انا خلاص الحمد الله خلصت الحاجات اللي انا كنت عايزة عاملها اللي هو الصبح يعني. احنا كده كده اصلا بنتغدى متأخر عشان بابانا بيجي بالليل ساعة يمكن عشرة ونص ولا احداشر. فبيجي متأخر فحنا كده كده بناجل وجبة الغدل متأخر شوية. فبنفطر متأخر برضو. فاللي هو احنا بنفطر وبعدين بنتغدى. اللي هو بالليل بقى. سواء هما استنوا او لا. او يعني استنيني على الاكل او لأ. آآ او هما كانوا جاعوا مسلا فانا حطت لهم غدى يتغدوا. كده كده بيبقى الغد ده بالليل. متأخر. من بعد العشة كده وانتو طلعين يعني. المهم. نيجي دلوقتي بقى خلاص دخلنا الفول الفريزر مع الحاجات الباقية اللي طلعناها بعد ما نضفنا الفريزر كويس. نيجي بقى للالترا يا جماعة. الالترا ديات حلة طبعا بلاستيك بلاستيك بس حلة فرن. مابس تحطش على النار من فوق. حلة حلة آآ بلاستيك للفرن من طابر وير طابعا انتو عارفين ان هي آآ براند بيعمل آآ منتجات بلاستيك آآ صحي. الحلة دي بقالها عندي اربع سنين. بعمل فيها في الفرن حاجات فضيعة. يعني اعمل في ها فراخ محشية فراخ مشوية. تعملي فيها بطة سليمة. آآ تعملي فيها فول زي اللي انتو عشوفتو ده. تعملي فيها منبار من غير سلق. هو بيتحمر وكله على الجاهز كده. بتلاقي كله تمام. فراخ المشوية من غير ما تشغل عليها الشوية. وانتي افضل غطى بتحمرها. بنطبخ فيها من غير دهون ومن غير مية. يعني انتي لو هتعملي فراخ مشوية هتعملي صنية بطاطس. هتعملي لحمة بالبصل. هتعملي اي حاجة. آآ وطبعا في منها احجام وده اكبر حجم. آآ انا بحب الحجم ده جدا. آآ عشان احنا بنعمل فيه بط بياخد البطة سليمة. بنعمل فيه فراخ 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 سليمة مسلا مش بتقطع فراخ سليمة بياخد فراختين كبار. فم شاء الله اللهم مبارك تحفظ. كمان هي فكرتها ان انتي بتحطي الاكل كله على بعضه. يعني ولا بتسبكي ولا بتحمري ولا بتعملي حاجة. انتي بتضيفي كل الاكل على بعضه من غير زيوت ومن غير اي دهون خالص. من غير اضافة مية خالص. الاكل بيطلع ولا اجدع شف. يعني بصوا يا جماعة فضيعة. كمان فكرتها ان هي بتسوي بالبخار وبدورة البخار جواها. ولكن هي كمان مش بتتفاعل مع الاكل. فالاكل بيطلع طعم ومختلف خالص على اي حاجة انتي جربتيها قبل كده. عندي منها تلات احجام. الفوق دي اتنين لتر واللي تحتها تلاتة ونصة لتر واللي كبيرة خمسة وسبعة من عشرة لتر يعني مقربة على ستة لتر. كمان عايز اقول لكم مفاجأة حلوة جدا هي الاسبوع ده. عليها خصم كبير جدا في يعني سعرها نازل كتير قوي. الجروب عندكم في صندوق الوصف لو حابين ان انتم تنضموا الجروب وتشوفوا الاسعار والعروض. بينزلوا حاجات حلوة جدا وطبعا المنتجات كلها براند اتحاد اوروبي. فهي مش محتاجة ان انا اتكلم عليها كتير يعني. بصوا بقى. كل الحاجات اللي انا جبتها دي فضيتها في العلب بتاعتها ودخلتها الفريزر. هقول لكم سريعا على الاسعار. اي انا جبت الوريك. الوريك سعرها الكيلو وسعره مية اتنين وعشرين. والحمام الكذاب الكيلو بتاعه سعره مية خمسة وخمسين. والصدوق البلدي سعره ربعمية. والكبدة المستوردة سعرها مية وتلاتين للكيلو. والكبدة والاونس سعر الكيلو مية وستة. رميت بقى كل الاطباق الفوم دي خلاص. واتخلصت منها طبعا وعشان الفريزة اللي احنا نلظفينه ده. كانت شفة انا دخل في المنظر ده بصراحة. فانا قلت الحاجات كلها اه في اكياس في اكياس واللي في علب في علب. وتعالى واريكم بقى كمان جبت ايه? جبت التموين. جبت التموين البطاقة بتاع التموين بتاعتي فيها فردين بس. فاحنا بنجيب كيسين سكر وازاز زيت واحدة. اه عشان انا بجيب زيت اللي هو زيت شطارة. اه زيت الزيت بتاع التموين بتلاتين جنيه فانا بجيبها بستين. فباخد زيت واحدة بس وباخد كيسين سكر من ده. في كمان على بطاقة التموين دلوقتي نازل كيس سكر اه اه حر. يعني سعر الكيلو ستة وعشون جنيه خمسة وسبعين قرش. اللي هو الكيس ده. ده كده كيس مدعم. اه بينزل على البطاقة ممكن تشتريه برضو من عند بتاع التموين بس بتتفيع عليه فلوس. كمالت بقى ترتيب الفريزر. اه ان انا كان فيه شوية جبنة كده في طبق وحبا تانيين في كيس. ففضتهم كلهم هنا في العلبة دي. وحادخل العلبة في الفريزر كده بنضافة من غير اي كعبانة. كمان انا قررت ان انا النهاردة اعمل لهم اه فراخ. وطبعا خدت الوراك غسلتها كويس قوي. دلوقتي انا انا عايها في لمون وملح بس. وسايبها بقى لمون كتير بقى. بصوا كتير كتير. لمون ياما. اعطرت لمون كتير قوي عليها وحاطت شوية ملح. وقلبتهم كويس قوي بعد انضافت طبعا كل الزيادات اللي فيها. ودلوقتي بقى سايبها من قوع في اللمون والملح. وهنعمل الفطار بسرعة. علشان على ما نفتر بقى تكون الفريق خلصت وايه كل حاجة كده بالتبتيب. وتكون كمان الغسلة خلصت غسيل والنشر الغسيل كمان. بصوا خدت شوية من الفول. ومن العلبة اللي احنا لسه حطتنا في التلاجة. وحطت عليها ملح وفلفل اسود والكمون. وشوية زيت ومكعب زبدة صغير كده. وهرستهم كده كويس مع بعض وسخمتهم على النار وعوريكم شكلهم. يعني حطيت كمان فيها من الجزر واللمون. قطعة وقطعة وهرستهم مع الفول. خطيرة يا جماعة. طحفة. وبس كده. ما عرفتش طبعا صار معاكم كل حاجة عملتها علشان انا مش عايز اطول عليكم الفيديو بصراحة علشان في ناس بتشتكي بقى ان الفيديو عفاف طويل وانتي اترغي كتير. بس حقول لكم بسرعا عملت ايه? انا طلعت اللمون اللي كان في التلاجة كله غسلته ورجعته في علبة تاني نظيف مخصول. الفلفل والخدار والطماطم والحاجات دي كلها مسحتها من بخار المية العالية ورجعتها في العلبة تاني في مكانها. مسحت كمان ارفو في التلاجة كويس قوي ودخلت كل حاجة بقى الجبن والعلب وكل حاجة في مكانها واللبن برضو فضيته في الدرق بتاعه. وكده خلاص عملت كبات شي بقى وانروح نفتر دلوقتي. العيش بقى دوت احنا لسه جايبين مبارح وانا مساكت كله قطعته نفطت الاول من ردة كلها زي ما عملت معاكم قبل كده. وقطعته كده انصاص كده وبحطه في العلبة دي في التلاجة للاستخدام اليومي كده ولما بحتاج تاني آآ من الفريزر يعني بطلع من الفريزر عايزي جدا وبحط طبعا انك تحطي كيس العيش في التلاجة زي ما هو طبعا دي اخر بهدلة للتلاجة خلي بالك. بلاشت حطي العيش في كيس خالص. حطي العيش في اي علبة. نيجي بقى هنا خلاص. فطرنا كده وريحنا شوية والفراخ بتاعتي تصفت من التنظيف بتاعها اللي كنت بعمله. ودلوقتي وانا بنظف الفريزر كده لقيت بقى العلبة بتاعت التدبيلة دي. كنت عاملة بيها معاكم من حوالي اسبوع يمكن او اكتر شوية عاملة معاكم بيها بني. فالفراخ البني ديت انا زودت التدبيلة شوية كان بصل مفروم وزبادي وتوابل وحاجات حلوة كتير على بعض كده. فانا خليت منها شوية. عملت زيادة وشلت شوية قلت لاي يوم. انا عايزة تدبيلة للبنية او فراخ ما شوية او فراخ في الفرن او اي حاجة. ابقى استخدمها. طلعتها من الفريزر كده في العلبة الاومر دي. وقلت لكم ان العلبة دي تحفة تحفة جدا للتدبيلات. نزلت التدبيلة كده على الفراخ. وحابت دلوقتي بقى ان انا فتحت الفراخ زي ما شفته من تحت الجلد. طبعا مش بنفتح الجلد نفسه عشان ما يتقطعش ويتهارى منك. لان الفراخ الجلد بيحافظ على طراوة الفراخ. بس كده. حضعك بقى كده التدبيلة ما بين الفتاحات اللي انا عملتها في الفراخ. ومن الظاهر ومن فوق من تحت وتحت الجلد وكده تمام. حسابها في التلاجة بقى نقول ساعتين تلاتة كده ولا حاجة? لحد لما احتاج ان انا اجهز الغداء. او اشغل عليه البتاجاز يعني. لسه بقى بفكر اعملها ازاي? يعني احطها بطاطس بس ولا احط رنشاط بصل وبطاطس بس ولا اعمل ايه? فآآ برضو الرز اعمله رز بشعرية ولا رز ابيض ولا اعمل رز ما تسوس في الفرن في الالترا. فمش عارفة لسه هتشوفه يعني بعد شوية. كده خلاص. هغطيها بقى كويس او احطها في علبة بغطا والنخلط تلاجة. ولما جيت بقى اجهز الغداء عملت تشكيلة حلوة كده زي ما انت شايفين. قطعت بطاطس وقطعت كمان طماطم وكعبات. حطيت فلفل حامي آآ طويل زي ما هو كده. وقطعت كمان آآ جزرتين وشوية بسلة كانوا عندي في الفريزر كده. وبس كده. ما عملت اي حاجة تانية تبلتهم بس بملح وفلفل اسود وبابريكا. وشوية كمون. ودعكتهم كويس قوي. الفراخ طبعا فيها كل حاجة في التدبيلة فانا تبلت بس الخضار بشوية توابل. وبس كده. دعكتهم مع بعض كده. وحرص الفراخ عليهم بالشكل دوت. وده شكل الصينية بتاعتي. هدخلها على طول الفرد. وحقفل معيكم الفيديو لحد هنا. ايه علشان عايزة الصراحة نزل لكم الفيديو لو استنينا بقى لحد لما ده يستوى ونعمل الرز والكلام ده الفيديو مش هينزل لكم النهاردة. فخلينا اقول لكم ان انا ان شاء الله قررت ان انا اعمل معي رز بشعرية. مع صينية الفراخ الحلوة دي. وده كان الغدى بتاعنا النهاردة. هاختم معيكم من يوم النهاردة. ويا رب يكون الفيديو النهاردة مفيد ويكون عجبكم. ويكون شجعكم كده تضبطوا الدنيا في اول السهر. اشوفكم على خير ان شاء الله. تنسوشوا اللايك. سلام عليكم.